محسن انتخبنا عمل اعداد كويسة عشان المالية يوصل لبطولة زي كده يقدر ان هو يبقى افضل من منتخب زي اللارس اخضر زي غانا زي طبع موظمري لا لو تقصوا بماتشات ودية باستثناء مباراة الجزائر فقط لغير الماتشات الثانية ما كانتش بصراحة لا زنبيا بقى ولا مش عارف تونس حتى كانت اللي اتغلبنا فيه القارة كانت ماتش سيائي جدا 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 متنزانيا اللي البطولة متنزانيا برضو مش هي برضو ولا حتى من الماتشات اللي بتاع تصفيكس العالم سيئة الفين ستة وعشرين اللي هي الاعدادة لجيبوتي وعرش السريليون الاتنين برضو مش حاجة انت ما عملتش انا اللي شايفه في الملعب ان هو استنفار قدرات اللاعبه نفسها يعني اللاعبه هي اللي بتعمل ده من نفسها يعني ده ترزيجيه ده شخصيت ترزيجيه ده مصطفى محمد اللاعبه نفسها يعني محمد هاني يعني ايا كان كل اللاعبه ده شغله مهم انا مش شايف ان ده شغله مدرب يعني واضح ان المدرب يعني لمسيته مش باينة قوي مع انك الناس عملت قولك ده لمسيته باينة لا يعني مثلا لما تجيكترنه بمواطني كروش وعادوا لك منتخب بمشيكة لما لعبناه لا ما ماشي انا مش شايف انا بكلمك على البطولة انا مش شايف له بصمة يعني مش شايف حاجة انا مثلا لما الناس كل اللاعب اختبار حقيقي بالنسبة طبعا اختبار حقيقي بالمناسبة لان الناس هاستسيلت مثلا ممكن تقولك الصم وزنبك والرأس لا اقدر رجل شايف البطولة عاملة ازاي احنا بنعذر منتخب او راجل ده خد فرصة طويلة يا عيد وخد وخد فترة طويلة بطولة مش مفاجأة يعني صحيح فهو انا مش شايف له لحتى زي اللحظة مش شايف له بصمة اوي يعني واضح ان هو مش عارف هو مثلا مفكر مثلا جاي يدرب منتخب في الخليج فالدنيا هادئة شوية فعادي ما فيش مشاكل نغلب ونتغل اللي عندنا بتختلف تماما قارن حتى ما بين بطولة كاسم امه الافريقية وكاسم امه السيئولي الشغالة دلوقتي شتان بصراحة مع كامل احترام بطولة كاساسية اللي ما فيش تقريبا مفاجأات ما فيش مفاجأات تقريبا لكن انت كلها مين ده احنا عده مفاجأة ان السنغال تصعد اول لو تشبها الكاسم امه الافريقية هتلاقي ان السنغال مفاجأة انها صعدت اول وبرصيد كامل النقاط دي المفاجأة لحيدة لكن كله ده تكشاف اللي عملها ماشي ازاي اي حاجة تحصل عشان كده بامانة اللي بيحصل ده عملوا ايمة لدور المجموعات دور المجموعات لما العدد زاد الاربعو عشرين اصبح اشبه بمكمل للدور التصفوي عشان بقى كله بقى بيشارك بقى مضحي حاجات كتير قوي السنة دي لأ عملولها ايمة شوفوا الدراما اللي ما بقاش مكمل للتصفويات جزر خرجت غنة خرجت ربان يسطر بقى على تونس ماشي عارفين المغرب هتاخد قوله لا يعني الدنيا ومصر بالعافية وكودفورو مستنية تشوفه بتقول يا رب الدنيا ونيجيريا تاني وكاميرون مش عارف لا الدنيا بايزة خالص فعشان كده